السلام عليكم ومرحبا متشبعين الكرام اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب.com لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله هذه ابرز العناوين وحيد خليل الزيت يخرج بتصريح قوي ويقول اظن اننا اخطأنا في بعض الاختيارات اليوم والاهم اننا حققنا التأهل في الصدارة اكد الناخب الوطني وحيد خليل الزيت ان المنتخب القابوني كان خصما قويا في اللقاء الذي جمعه بمنتخب المغرب اليوم لحساب الجولة التالية من دور المجموعة لكاس امم افريقيا تطال انيريجي الكاميرون 2021 وقال وحيد خليل الزيت في تصريحه بعد مواجهة منتخب القابون لا يجب انتقاد اللاعبين بل ان الذي اتحمل المسئولية اظن انني اخطأت في بعض الاختيارات واضاف قائلا كانت مباراة صعبة اليوم لكن الشيء الجميل هو عودتنا في النتيجة في مناسبتين اشكر اللاعبين على قتاليتهم وما يهمنا هو اننا عبرنا في الصدارة وانتهت المباراة اليوم بهدفي لميتلهما على ارضية الملعب احمد اهيدجو بمدينة يوندي الكاميرونية ويذكر ان المغرب انهى دور المجموعة في صدارة المجموعة التالية بسبعة نقاط متبوعا بالقابون بخمس نقاط ثم جزر القمور بثلاث نقاط وغانا في المركز الاخير بنقطة واحدة اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلك كل جديد ان شاء الله